اشتركوا في القناة في هذه الرحلة المتيرة رحلة الكان دميل فانتروا والتي تلعب في 2024 في الكود ديفور إذن نهاية هذه الرحلة الممتعة والشيقة نهاية الأحلام ديال المنتخب هذا الواعد هذا الجيل هذا الرائع اللي صراحة عشنا معه لاحظات ممتعة سواء في قطر عشنا معه المنتخب هذا مجموعة من اللحظات الشيقة والممتعة قابلات متيرة انتصارات تحديات كبيرة جدا واليوم في هاد في هاد البطولة الافريقية عاو التاني كنعيش معه أجواء أخرى رائعة جدا منتخب مميز منتخب تحديات جيل رائع جدا صنعه بطبيعة الحال تعاقب على تدريب المنتخب المغربي مجموعة من المدربين وصراحة كلهم هير فيرونال خالي لوزيج وكذلك الرقراقي اللي كمل هاد المشوار هاد مع هاد الجيل هاد وصراحة انهم عيشون واحد اللحظات ممتعة وممتعة جدا في قطار وفي بداية هاد الكان هادي دي الالفين وثلاثة وعشرين واللي كانت تلعب في الفين وربعة وعشرين في الكود ديفوار طبيعة الحال ما احنا لا يمكننا أن نقول إلا ما شاء الله قدره وفعل إذن المنتخب المغربي كي يخسر هاد المقابلة اللي جرات بين جنوب إفريقيا والمنتخب المغربي جنوب إفريقيا هذا الفارق هذا يستحق منه كل التقدير والاحترام فارق عتد فارق متميز الفارق الوحيد اللي استطع بشير بح المنتخب المغربي منذ عودته من قطر وهو رابع رابع منتخب في العالم إذن هاد المقابلة هاد ديال اليوم وهاد الانتصار ديال جنوب إفريقيا على المنتخب المغربي كتبت بالملموس بأن هذا الفارق قوي فارق مميز عنده عنده طريقة لعب مميزة عنده عنده عناصر مميزة جدا عنده لعب مميز وبالتالي انتصر على المغرب في المقابلة في المقابلة الويدية واليوم كيأكد بأنه لم ينتصر على المنتخب المغربي صدفة وإنما كان ذلك الانتصار نابع من قوة منتخب جنوب إفريقيا إذن اليوم إذا بغير نقول الانتصار هذا الانتصار على المنتخب المغربي هنا سيلتفوا الأنظار إلى جنوب إفريقيا سيلتفوا الأنظار إلى جنوب إفريقيا وهذه يقول لي جنوب إفريقيا رقم صعب بعدما البارح تقصى السينيغال المرشح رقم واحد في هذا كان هذا كو الديفور اليوم كيتقصى المرشح رقم جوج وبالتالي الآن تبقى جنوب إفريقيا يعني فارغ قوي سيتنافس على البطولة الكو الديفور بعدما رجع المنافسة سيتنافس على على اللقب إذن الأورق تبع تارت في هذا الدور هذه فحق هي دورة شيقة جدا فيها مجموعة من المفاجآت وكتبي بأن الكرة الإفريقية طورت وطورت بزاف وأصبح الكرة الإفريقية أصبحت رقم صعب وبدو كي يظهروا منتخبات لصراحة منتخبات عالمية جدا والحمد لله لنا الفضل ولنا السبق في إبراز وإظهار هذه الكرة الإفريقية وأنهم يعني آن الأوان للفيفا باش ترد البال وتعطي لهذه القارة الصمراء الحق ديالها يعني أنه عدد المنتخبات التي كانت تشارك في كأس العالم صراحة عدد ضائل وضائل جدا مقارنة مع عدد الهائل للدول الإفريقية إذن منتخب جنوب إفريقيا يستحق من كل التقدير والاحترام يتبت على أنه انتصر على المغرب بجدارة واستحقاق صراحة فهذا مقابل هذه ما اتحوش له فرص كثيرة إلى قارنتها مع الفرص للتحت المنتخب المغربي ولكن عنده نجاعة في الهجوم عنده نجاعة في الهجوم تقريبا ما اشترك واحد الخمسة ولا خمسة ديال الفرص الحقيقية مركبة منهم جوج إذن هذه نجاعة كبيرة جدا ولهذا يستحق هذا الانتصار هذا خسارة المغرب أمام جنوب إفريقيا درس للرقراج صراحة هذه جزء صافر تخسر جدام جنوب إفريقيا إذن هذا درس كبير تعلموا الرقراج اليوم وقرأ الرقراج وقرأتوا الجامعة المغربية اليوم في هذه المقابلة هذه طبيعة الحال هذه الخسارة هذه لها أسبابها لها أسبابها أول أول سبب وأن نهم عدناش نجاح نجاح في الهجومات دينا لقد نش نجاح كين عدنا هجومات كثيرة وعدنا محاولات كثيرة درنا محاولات خطيرة وخطيرة جدا ووصلنا للشبك أكتر من مرة ولكن للأسف شديد ما سجلناش واحد يضربها من هذا جي واحد يضربها من هذا جي تنت يوصل لحد الشبكة ما عارض يوقع لنا وكتمشي محاولات صناعات صناعات المحاولات كين كين كورا كين مليوت كين ديفانس ولكن باش نماركيو يلي نقصنا ودو الدرس الكبير للرقراجي أنا الأول باش يبحث على ناس اللي كي ماركيو ناس اللي كي ماركيو ما لدي ناس اللي كي ماركيو ولو الفرص اللي تحت لنا أخطر وأكتر من الفرص للتحت الجنوب إفريقيا ولكن ما استغلنهاش وأخطر وأخطر من ذلك هي ضياع ضربة جزاء في الدقيقة 83 نقطة تحول في المبارك ضياع ضربة جزاء هذي هذي كانت يعني بحل لك بلتيش هنقول لك كانت وحد كان وحد الكادو كان وحد الكادو أعطته مجريات الأحداث والضغط اللي لدار المنتخب المغربي على نظيره الجنوب الإفريقي وعطى الأكل ديالو وعطى ضربة جزاء مستحقة وبينه والفار شافوا من جميع الجهات يعني ضربة جزاء مليك ضيع ضربة جزاء صافي يعني جميع الفرص اللي تحت لك في المقابلة ماستغلت هاش باش غدي تربح ما عندك ما عندك ش باش تربح نهائيا ضيع اعطي فرص اللي تعطتك في المقابلة اذا الخصم راته وكي نحاض واش هدي يبقى يعطيك دائما فرص واش هدي يبقى يعطيك دائما فرص وعلى في نود باد كاذ اذا ضيع الفرص اللي كانت عندك وضيع ضربة جزاء اللي هو واحد نقطة تحول في المقابلة اذا الخسارة مستحقة هنا المحاولات الكتيرة ضيع هو سبب الهزيمة ضيع فرص كثيرة هو سبب الهزيمة اما باش نقول ما لعبنا شرا لعبنا خلقنا فرص ولكن فينا الفينيسيا شكول غادي مركي ما كان عدلي ما كان في المستوى ديالو ضيع فرص حقيقية فرصة حقيقية هدي بس يسجل في الدقيقة 44 وفرص خرا سيس سميت أملاح ضيع بزادي اللاعبين ضيع إذن ممكن لنربح في هذه المقابلة هذه إذن الهزيمة مستحقة وفي الآخر كان نقول هني القواصة هني القواصة طبعا المنتخب المغربي عنده أعداء كتور عنده أعداء كتور حطين إليه قواصة وأهمهم العنوان الكبير هو سدراجي اللي صراحة ما عنده شي حاجة من غير المنتخب المغربي وكذلك هو الناطق الرسمي باسم النظام النظام التبونيش النقريحي اللي ما عنده لا دور والتشهل هدف دياله هو المغرب والإنجازات ديال المغرب وتشوي سمعت المغرب إلى غير ذلك إذن هذي فرصة ديال هذي النظام باش يهضر ويتكلم ويشرع فمه ويتكلم كيبها جاتوا الفرصة حتى البيني دي إذن اللعنة اللي طرحت أنا كنت وقعت في واحد الفيديو ديالي اللي درت الصباح ديال هذي اليوم هذا توقعت أن اللعنة ستصيب جنوب إفريقيا ولكن للأسف الشديد لم تصيب جنوب إفريقيا لأنه كان فريقا قاويا كان ما تركش فرصة هذي اللعنة باش تصيبو بالعكس حولها وأصابتنا نحن وأصابت أرجل اللاعبين الذين لم يستطعوا تسجيل بل أصابت أفضل لاعب أدنا وأحسن لاعب وأشهر لاعب أدنا هو حاكمي اللي تعطيته ضربة جزاء وضيعها إذن هذه لعنة ما بعدها لعنة إذن القواصة هانئا لكم هذروا كيبغيتوا باش تهدروا وتكلموا وتشرعوا في فمكم كيبغيتوا إذن حقيقة أشكر جميع المتتبعين كان لدينا أمل كبير أننا نتاصروا ونمشي بعيد في هذه الرحلة هذي كان لدينا أمل كبير باش باش نعطوكم واحد نعطوكم حويجات زوينين ونتفرجوا كاملين إذن كان لدينا أمل كبير باش نخلقوا مزيد من الفرجة ومزيد من المتعة ونخلقوا واحد النشاط واحد الحيوية في المدرجات وفي المدن اللي كيحل بها الجمهور المغربي كان لدينا أمل كبير أننا نزيد ونعطوكم الفرجة نزيد ونعطوكم المتعة ولكن للأسف الشديد الرحلة انتهت دي المنتخب المغربي إذن مشي مشكل إحنا كانت قبلوا الهزمة إلا كانت الهزمة منطقية إحنا اللي مهم عندنا هذي اللاعبين را داروا اللي عليهم داروا اللي عليهم وخدموا داروا اللي عليهم داروا وباقي ندرالي صغار إحنا كان نبني هذي المنتخب هذا ونبركون هدرو فيه ونتكلموا فيه ونقولوا شي حواج اللي ما عندد تشي معنا لا عدنا أخطاء خصنا نكمل وخصنا عدنا أخطاء تي خصنا نصلحوا هذي الأخطاء هذي في أقرب وقت وخصوصا عدنا تحدية قادمة ها لكان الجير غتكون عدنا في المغرب ها كأس العالم هوا جاي إذن إحنا را هذي الجيل هذا خصنا نصلحوه ونطعموه بواحد اللعبين أخرين إذن باش نكونوا في الموعد ديال تحديات في الموعد ديال انتظارات اللي كينتظر منا الشعب المغربي دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة